السلام عليكم ازايكم اخبار جديدة واخبار مهمة جدا طالعة من السعودية والحقيقة بقى انا كتير ما تكلمناش عن السعودية بس صحيفة اسمها ووستريت جونر فجأتنا كلنا وقالت والله فيه تغير كبير جدا في التضبيع السعودي الصهيوني واتفاقية اتفاعية تاريخية هتعرضها امريكا على السعودية الحقيقة الاخبار دي بالنسبة لي مقررة يعني تكلمنا في موضوع التطبيع ده كزا مرة وقلنا ان هو مش حينفع وكامنا بس المقالة جايبة بجديد يعني جايبة حاجات جديدة في نفس الوقت في اخبار كتيرة عن ابل في نفس الوقت في اخبار كتيرة وجديدة عن تحركات الصين مع السعودية ايه اللي بيحصل في السعودية وايه الجديد اللي طالع عن المملكة العربية السعودية وعن اولي العهد السعودي والتيكتيكات والاسرار والتيكتيك اللي بيتم كلف الاباب المغلقة الكلام ده ممكن بالنسبة كبيرة جدا ما تسمعوش وسائل اعلام سعودية والعربية حدش هيتكلم على الدور اللي بيحصل خلف الأبواب المغلقة بس أنا هيتكلم بس أنا عشان أقولك كهان ده كله لازم أقولك قسم لو قبل ما أكشف الموضوع قبل شفلك التفاصيل خليني أقولك إن إحنا معنا راعي قوي جدا محترم جدا وهو الرعي اللي معنا النهاردة مرتبط بعيد الأضحى كل سنة وحضراتكو طيبين والأضاحي دي من أهم وأجمل الشعائر والسنن عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن في ناس كتير مش بتقدر إنها هتضحي لأكتر من سبب منها مثلا إنك تكون عايش في بلد أوروبي أو أمريكا ومش قادر إن إنت تضحي هناك أو ممكن إن إنت تكون عايش في دولة خليجية وسعر الأضاحي في الخليج مرتفع جدا ممكن يوصل لبعض الزبائح لتلات تلاف ريال ده غير إنك بتجد بعض الصعبات في إنك توصل الأضاحي للناس هناك اللي محتاجة فعلا ولكن أنا جبت لك الحل وهي مؤسسة الدقن العربي للزبائح تقدر دلوقتي تشتري قطحيطك في دولة زي السودان أو تلزانيا بسعر 750 ريال سعودي فقط تقريبا يعني 200 دولار وهيتم زبح وتوزيع قطحيطك في يوم عيد الأضحى ووفقا للشريعة وهيتم إرسال الفيديوهات إثناء الزبائح وتوزيع الأضاحي على المحتاجين وكمان بعد شراء قطحيتك مباشرة هتوصل لك شهادة من مؤسسة الدقن العربي فيها تفاصيل ورقم وعمر القطحية بتاعك وحب أعرفك إن مؤسسة الدقن العربي شركة مسجلة ومؤثقة في السعودية والإمارات وعندها مزارع في تنزانيا والسودان والرياض وتقدر تدخل وتشوف أراء العملاء اللي تتعامل معاهم بنفسك من الموقع وأعوز أقول لك إن جررت الخدمة دي بنفسي واشتريت منهم أكتر من مرة وبأكد لك أملتهم وأنصح جدا بالتعامل معاهم حسيب لحضراتك كرارات بتاعهم أسفل الفيديو لو حابت تتواصل معاهم وتقدر تدخل وتشتري قطحيتك من أي مكان في العالم وكل سنة وحضراتك طيبين نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول إيه جديد اللي معاهم النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة حسيب لتك وأول مرة هتسمعوا فيه ما يخص السعودية الحقيقة مقالة وولد سريت جونر كشفت معلومة غريبة جدا بالنسباتك بتقول لك إيه؟ بتقول لك على فكرة خلاص الإدارة الأمريكية هتوقع اتفاقية دفاعية تاريخية مع الجانب السعودي الحقيقة أنا كنت قلت أكتر مرة إن الموضوع ده بروباجندا أو دعاية ليه؟ لأن التفاقية زي كده هتعدي على الكونجرس والكونجرس هيقول لك فين التطبيع السعودي السهيوني فالموضوع مش هيعدي من مجلس النواب وحتى مجلس الشيوخ مش هيعديه فالتفاقية دي ميتة من البداية فزي أصلا فيه تقارب وزي أمريكا ماشية في الموضوع في ظل الحرب بتاعة جزة دي شغالة ما بتقفش وبالتانية مش عاوز يقفها ايه اللي حصل يعني؟ ليه؟ سي جونل بتقول لك خلاص ده المسؤولين الأمريكان بيضعوا الرطوش الأخيرة والجانب السعودي خلاص بيضع الرطوش الأخيرة على اتفاقية دفاعية تاريخية الحقيقة الوضع كلقاتي لو خدت بال حضرتك هتلاقي إن جو بايدن فجأة كده طلع باقتراح لوقف اطلاق النار والاقتراح ده جو بايدن نفسه طلع وقال لك ده اقتراح اسرائيل معين بعض المسؤولين كشفوا بعد كده قال لك من تانية ما يعرفش حاجة عن الاقتراح ده أصلي ما عداش عليه بس رئيس جو بايدن عمل اقتراح لوقف اطلاق النار وقال لك ده اقتراح اسرائيلي عشان يبقى ماشي كويس والحقيقة في كلام جو بايدن نفسه كان بيترجى الصهاينة إن هم يقبلوا بوقف اطلاق النار وفقا لتقديرات المخابرات الأمريكية قال لك من تانية هوا أصلا حيفضل يتهرب من الرئيس الأمريكي ومش هيوقف اطلاق النار بس خد بالك من نقطة مهمة جدا كمكان جو بايدن دلوقتي طرح وقف اطلاق النار طرح وقف اطلاق النار ده مالوش علاقة خالص بحرب غزة ماشي ازاي ولا بعدد الشهداء الفلسطينيين وقف اطلاق النار اللي أطلقوا جو بايدن وعا في كلا الكلام ده ما قلت لينتفسهم مجلة أنا بقول لحضرتك وقف اطلاق النار اللي عرضوا جو بايدن الأخير ده ليقوا علاقة بالتطبيق مع السعودي أمريكا حالا دلوقتي عاوسوا توقع مع السعودي دلوقتي ومشيين بشكل كبير جدا على التطبيع ده وبيتفهموا حتى لو الحرب موقفتش يبقى فيه اتفاقية دفاعية سعودية صحيفة والسريت جورنال الأمريكية تؤكد أن الجديد في ملف الاتفاق الدفاعي الأمريكي السعودي هو أنه بات مشروطا بالتزام السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في المستقبل على أن تتخذ إسرائيل خطوات جدية نحو إقامة دولة فلسطينية الحقيقة صحيفة والسريت جورنال هنا لما ترجع لها تقول لك على فكرة الاتفاقية الدفاعية اللي عرضها أمريكا على السعودية هي مش نفس اتفاقية كوريا الجنوبية خالص دي نفس اتفاقية اليابان بالزبط اللي وقعتها اليابان مع أمريكا 1960 الاتفاقية الدفاعية اللي بين أمريكا واليابان اتفاقية في الدفاقضة يعني مفيهاش بنود واضحة مفيهاش حاجات تقول لك والله لو جي تهديد من إيران مش هنتعامل لو جي تهديد من الصين مثلا مش هنتعامل لا هي اتفاقية في الدفاقض ما معناه ان امريكا هتلتزم بالدفاع عن اي حاجة تهدد السعودية اي حاجة وان لو في حرب بين السعودية واي من جيرانها السعودية هتفتح الاجواء بتاعتها وتفتح اراضيها للجيش الامريكي يخش ويساهم في الحرب دي ويبقى جنبا لجنب مع الجيش السعودي امشي بس معايا الكلام ده خطير جدا طيب ترجع تسأل نفسك ازاي التفاية ماشية والحرب ماشية في نفس الوقت دو بايدن الظهر عنده تعهون او الراجل بيفكر ان النتنياهو ده يوم حيضغط عليه جامد او يقرس عليه هيعرف ان هو يجبره على وقفة لقنار عشان كده ماشي بالاتفاية السعودية هي الكاتب تاوز سريد جونال قالك الامر ده خطير شوية ليه؟ قالك لما الامور تكون في تفاوضة كده انت بتسيب الامر عمشاعة واللي اييده في الحيطة دي هي صحيفة فورن بوليسي فورن بوليسي بنزلها مقالة بتعترض فيها على الاتفاية الدفاعية دي بتقولك لما أنت تعمل الأتفاية في التفاوضة مع الجانب السعودي أنت بتزيد من طموح السعودية يعني بقى السعودية ممكن بعد التوقيع الأتفاية دي تقلقى الله يا حان الوقت لتأديب الحوثيين مثلا هل في تعهد سعودي أن السعودية مش هتخط حرب مع الحوثيين بعد توقيع الأتفاية مع الامريكان أنا معتقدش لأن الراجل نفسه بتاعه السريد جونال بيقول لك الأمر فتفاوضة فتفاوضة يعني جير واضح مفهوش حاجات واضحة جدا في حاجات فتفاضة كده متسابق. المسير للسخرية في الموضوع ده كله حاجة مهمة جدا. ان الاتفاقية دي هي عكس للسياسات جو بايدن اول ما دخلت بيت لابيض. جو بايدن اول ما دخلت بيت لابيض قال لك انا اخلي السعودية معزولة وحكالي وليل العادة السعودي معزول. دلوقتي هو اللي بيقدم له اتفاقية دفاعية عشان يوقع عليه. وبيتعهد فيها ان امريكا تخش مع السعودية ضد اي حرب او اي تهديد ضدها. منين في الاول ما جيت كنت عاوز تأزل السعودية ومنين دلوقتي انت اللي عاوز تحميها وتحمي امنها. ده حاجة. حاجة التانية هي عكس تفاقية جو بايدن اللي عاوز ينسحل من الشرق الاوسط. لان كالي بيالك رجال عاوز ينسحل من الشرق الاوسط وبيوقع تفاقية دفاعية مع الجانب السعودي تلزم الجيش الامريكي ان هو يدخل في اي صراع مع الجانب السعودي. تلت حاجة الاتفاقية الدفاعية دي هتكون الاهم في الشرق الاوسط. هتصبح السعودية الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط كله اللي عندها اتفاعية اتفاعية مع الامريكان. هتيجي تقول لي ده فيه سبع دول عربية حلفاء رئيسيين للنيتو خارج النيتو. هقول لها اه الحليف الرئيسي للنيتو خارج النيتو مفيش حاجة تلزم امريكا للدفاع عنه. يعني مثلا مثلا. قطر حليف رئيسي للنيتو خارج النيتو. اه مصر حليف رئيسي للنيتو خارج النيتو. فيش حاجة واضحة تلزم امريكا والناتو للوقوف مع مصر ضد دقيق تهديد خالص ولا قطر انما في اتفاية بتاعة السعودية دي تلزم امريكا بالدفاع عن السعودية فالكاتب بتاع فارن بوليسي ومعليش ان انا بروح من الصحيفة دي للصحيفة دي كاتب تاع فارن بوليسي بيقولك ده امر خطيب جدا انت بتنمي قوة السعودية بشكل كبير وبتكلها قوة باطشة في شكل اوسط تيجي مثلا الخلافات بين السعودية وقطر اه هتبقى امريكا ملزمة لاخذ صف السعودية خلاص وحتصبح قدرة السعودية العسكرية الاساسية بدون الامريكان باطشة لان انت بالزبط هتاخد كل معدات الجيش الامريكي رحطها عندك قبل حتى ما جيش الامريكي يتدخل او اي حاجة هتصبح قوة اه المملكة العربية السعودية كانه بالزبط جيش امريكا وهيصبح تدريب الجنود السعوديين مرتبة اعلى كمان حليف حليف اه يعني مفيش كلام خلاص ليه لان خد بالك اول ما السعودية توقع على موضوع ده لازم تعرف ان ايران هتحددها تاني حاجة لازم تعرف ان السعودية وهي بتوقع على اتفاق الدفاعي مع الامريكان هي كده بتتراجع عن اه اتفاقية السلام اللي هو وقعتها مع الجنب الايراني بوسطة الصينية بتنقض اه علاقاتها مع الصين بتنقض علاقاتها او بتتراجع في علاقاتها مع روسيا ما وخلاص انت بقيت جزء من التحالف الامريكي وخلاص كده ان عملية طوفان الاقصى التي حدثت في السابع من اكتوبر كانت بالضبط ما تحتاجه المنطقة لقد صممت الولايات المتحدة والصهينة وبعض حكومات المنطقة خريطة شاملة وموسعة وبناء عليها كان من المفترض ان تتغير علاقات ومعادلات المنطقة كان من المفترض ان يتم تعديل العلاقات بين النظام الصهيوني وحكومات المنطقة وفقا لرغبات اسرائيل حتى تتمكن من السيطرة على المنطقة باكملها فالسعودية زي ما هتضحي بحيات كتير زي ما هتكسب حيات كتير السؤال السؤال المهم السعودية مش عاوز تمدي ليه لحد دلوقتي وايه العاق الاساسي السعودية مش عاوز تمدي لان يجب وجود دولة فلسطينية حتى لو مصار يعني حتى لو تعهد اسرائيلي بقيام دولة فلسطينية في المستقبل شفت ديه السعوديين عاوزين يعملوا كده بس مفيش حاجة اسمها حمضي التفاية دفعية والحرب شغالة في غزة واسرائيل بتقول لك مفيش حل الدولتين عالجانب الاخر لما جو بايدن عرض اتفاق السلام ده هو كان شايف حاجة واحد بسه هو كان شايف ان حماس لما طلعت واتكلمت على عملية سبع اكتوبر قالت لك الهدف الاساسي منها هو منع التطبيعها جو بايدن شايف ان حماس عدو ليه وشايف ان حماس بعدم قابلها اتفاقه وقفت لق النار هي بتأكد انها عدو جو بايدن حسنا وناه بتبوز مشاريعه كلها في الممطقة سؤال بقى ليه الاتفاقية دي برغم ان في حجر عثرة ان ما ينفعش التمنى بدون اسرائيل مهما كانت الادارة امريكية عاوزة تلفه ودور مش هتعرف تعمل كده بدون اسرائيل برغم كده الاعلام الامريكي يقولك المسؤولين رايحين جايين جو بايدن حيبعت انتوني بلينكين لاسرائيل عشان يحاول يعمل التطبيع ده يعني الرجل ده لسه جاي النهاردة وحيحاول يتكلم مع الصهانة يعمل التطبيع لكن واشنطن تواصل مساعيها لتحقيق نتائج حقيقية عبر وزير خارجياتها انتوني بلينكين ضمن جولته الثامنة لمنطقة الشرق الاوسط وتأتي الزيارة بعد ان كشفت حماس عن نقاط الخلاف الرئيسية بما يشمل هدنة دائمة وانسحابا اسرائيليا كامل من قطاع غزة وفي ظل الرفض الاسرائيلي لذلك ينتظر العالم حدوث اي اختراق يوقف الحرب ليه امريكا كل شوية برغم ان العملية ميتة اصلا فالحرب مش هتوقف من التانية وخلاص مش حقا في الحرب وقالك مفيش تفاول انا خلاص جبت اربع رهائن حرف اكمل واجيب المية باقي خلاص؟ عالجانب الاخر حماس قالت لك مفيش الكلام ده واحنا مكملين في الحرب فالاتفاية ميتة ليه امريكا كل شوية تطلع لك بيان مقالة صحفية جريدة تقول لك خلاص بيوقعوا على البنود الاساسية عن بسودة الاسسية ليه كده؟ الحياة لساب بسيطة ان امريكا شايف خطر داهم من الجانب السعودي يعني الموضوع ملوش علاقة بحرب غزة او طموح جو بايدن او حتى الانتخابات الامريكية لا هم شايفين خطر في السعودية بيتم ايه هو الخطر؟ الخطر ده كشفته رويترز النهاردة بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك خب بالك النهاردة السعودية مشي في موضوع الامبردج ايه الامبردج ده؟ اامبردج ده كان مشروع بين الصين وتاينند وهونج كونج والامارات تسوية المديونيات بالعملات الرقمية بعيدا عن بقى ايه؟ العملات الاساسية يعني ايه عملات رقمية؟ يعني مثلا فيه حاجة اسمها الايوان ايوان ده يعني الايوان الصيني بس الالكترونيك على الانترنت فهذا الوقت البنك المركزي الصيني هيعمل تجربة مع البنك المركزي السعودي لتسوية المديونيات بين الاتنين بالعملات الرقمية السعودي ايضا ذكر ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق التعاون بين البنكين المركزيين وبما يعكس توطيد العلاقات بين أرياض وبكين في المجالات ذات الاهتمام المشترك أيضاً تعتبر بكين أكبر شركاء تجاريين للمملكة بحجم مبادلات وصلها إلى 47.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب أحدث بيانات من الهيئة العامة للإحصاء السعودية عملت تجربة دي بالفعل ومشي فيها معنى كده إيه؟ معنى كده إن السعودية ممكن تسوي مديوناتها مع الجنب الصيني بالعملات الرقمية طب وإيه اللي يحصل؟ بعيداً عن الدولار ده قبل خطير جداً خلي بالك إن الصين دلوقتي بتسوي مديوناتها مع روسيا بعيداً عن الدولار الصين بتسوي مديوناتها مع الهند بعيداً عن الدولار الهند بتسوي مديوناتها مع روسيا بعيداً عن الدولار فيه حاجة اسمها بريكس يا جماعة يا تركيا نفسها عصلاً ضمن بريكس فاساسات بريكس ان انت تبعد عن الدولار او تهدم الدولار خلاص فالسعودية عملت اول تجربة مع البنك المركزي الصيني لتسوية المديونيات بالعملات الرقمية ده خضر داهم على الدولار الامريكي خلاص فانت بتتكلم هنا ان الامر استطيع جدا وامريكا شعر ان فيه خطر رايح من السعودية خد بالك ده المعلن يعني دي امور اقتصادية معلنة تاني حاجة انا كنت جبت حراك مقالة ان امريكا نفسها اخرت ارسال المايكروشيبس لان السعودية بتاعتمد على التكنولوجيا الصينية في الزكاة الصناعية فالسعودية بطلت او ارغامت الشركات الامريكية انها تأخر ارسال المايكروشيبس او الرقائق الالكترونية للجانب السعودي لان هما شايفين تقارب كبير جدا سعودي صيني قال لك لا خلي بقعب مش هنسبح لكده فالحقيقة ان جو بايدن دلوقتي مش بيبص لعوامل انتخابية مش بيبص الامن اسرائيل او بيبص مثلا ان اسرائيل تصبح امنة والكلام فرق ده كله لأ هو شايف تقارب سعودي صيني خطير جدا ده مسألة وشايف ان الدولار بيهدد من اكبر دولة في منطقة الشرق الاوسط وهي السعودية عفكرة الدولار لو مفهوش السعودية واقفة جنبه الدولار هيصبح في خطر داهم يعني كلي بالك اللي فرض على العالم كله التداول النفط مقابل الدولار هي السعودية ده اول دولة فرضيته على العالم فلما السعودية تخرج من موضوع ده الدولار بيهدد كده امر امر تاني انت النهار ده عندك ان اوبيك طلع الاعلام الامريكي يقولك يا باشا اوبيك دي فقدت السيطرة واوبيك خلاص راحت عليها الناس دي طلعوا في اخر اجتماع ديهم قللوا الانتاج وبرغم كده الاسعار هبطت بشكل كبير جدا صح؟ طب ايه رأيك؟ ان اوبيك طلعت تقرير وقالت انها هتراجع موضوع اعادة زيادة الانتاج الخاص بالامارات والخاص بالسعودية ان هما هيجوا في شهر اكتوبر ان هما يزودوا انتاجهم الامريكي هتزود تلتمية الف برميل والسعودية هتزود مليون برميل وعكس عملية الخفض الطوعي فاوبيك قالت لك احنا ممكن نراجع بقى موضوع زيادة الانتاج في اكتوبر ده وما نعملوش لان الاسعار عمالة تهبط مش بس كده اوبيك نفسها طلعت قالت ايه؟ قالت يا جماعة احنا ممكن اصلا نغير استراتيجياتنا في خفض الانتاج ده وممكن اصلا نعمل كاتس تانية او نقل الانتاج تاني في اوبيك اللي حصل من التصريحات فقط يعني انا بقول لك اوبيك طلعت تصريحات فقط اللي حصل ان النفط ارتفع دلوقتي بتتكلم قربة 80 بعد ما احنا كنا بنتكلم في 73 وكان النفط حيروح ل73 يعني هو كان وصل 74 وكسور كان نازل ل73 دلوقتي قريب من 80 منجرد تصريحات انسالية و اوبيك ممكن يرجعوا في كلامهم كلهم ويخفضوا الانتاج تاني انت بتتكلم النفط رفع فده امر مهم جدا الامر التاني ولو انت بشو اخذ بالك منه ان الكلام ده بيتم في الانتخابات الامريكية فما ينفعش تلعب في سعر النفط دلوقتي ده الرئيس الامريكا ده كان الانتخابات في نوفمبر خلاص كم شهر فلعب في النفط حاليا امر خطيف جدا وحن نتكلم في الصيف ما بالك في الشتاح يبقى عامل ازاي حاجة تانية اللي سهمت فيه رفع اسعار النفط حاجة مهمة جدا ان انتاج امريكا من حقل بيرميان او حوض بيرميان اللي هو بيرميان بايزن ده الحقل ده وقف الطفرة بتاعته وعلى فكرة النهاردة فيه كاتب في فوربز قالك وقف الطفرة النفطية في حقل بيرميان ده امر خطير جدا لان كده الحقل جاب اخره او الحوض ده جاب اخره هيبتدي سنوات القادمة هنخفض مش يرتفع فده امر يوريك ان الرهان عن النفط الامريكي امر خطير جدا وان امريكا لو بتبص للمستقبل لازم تبص على اوبيك مش تبص على حقول النفط اللي عندها فدي امور النهاردة بيتم اللعبة فيها بشكل كبير تراجع الطفرة الامريكية سحمت برضو في رفع اسعار النفط فالامر واضح جدا بعض الناس قايت لك على فكرة اسعارها ترجع تنخفض تاني لان الفيدرالي الامريكا حيساب بتفايدة بس حاليا واحنا بنتكلم اسعار النفط عن 80 دولار ووبيك قوية مش ضعيفة اوبيك بتطلع تصريحات تالي بالدنيا نبتانيش اي قرارات طلع تصريحات بس فموضوع اوبيك موضوع تقارب السعودي الصيني وكل شوية لما يطلع اخبار عن تقارب سعودي صيني ويطلع اخبار عن اوبيك تلاقي امريكا بتزوق في الاتفايد فاهمها السعودية يا باشا تعالى نوقع احنا جاهزين ودي امور خطيرة جدا بتوضح لك قد ايه ان امريكا مرتبطة بشكل كبير جدا بالتصرفات السعودية السعودية حاليا عاوزة تبقى قوة اقليمية سواء من امريكا سواء من الصين والسعودية بتلعب اللعبة حلوة جدا مع الصين ومع امريكا بتاخد من الاتنين اللي هي عوزة بس اخيرا امريكا لو عاوزة السعودية تطبع الموضوع مش عند السعودية الموضوع عند الامريكان يوقفوا حرب غزة ازاي في ظل ان نتنياهو واضح جدا ان الرئيس الامريكي مش عارف سيطر عليه وان هو شايف ان هو ممكن يقرس عن تانياهو اي وقت ويققى في الحرب بس فعليا هو مش عارف يعمل كده يا جماعة الحرب بقى لها شغالة تسعة تشهر يعني احمس من الكلام في شهر رئيس الامريكا ممكن يجرب ولا لأ لأ تسعة تشهر وبمناسبة الحرب ممكن تستمر لاخر السنة زي ما قال الصهاينة ودي ضربة الرئيس الامريكي قوعة تنسى المظاهرة اللي طلعت قدام بيت لابيض ورفعوا علم ضخم جدا انا لأسف مش هينفع عرض الصور بس رفعوا علم احمر ضخم جدا حوالين بيت لابيض وحصروا بيت لابيض فالرئيس الامريكي مش عارف يلاقيها منين ولا منين بس الرئيس الامريكي عارف كويس جدا ان هو عشان يبتدي اي خطة دي يلازم يوقف حرب جزة دي باي شكل وان دلوقتي الرئيس الامريكي شايف ان حماس هي مشروع ايراني على فكرة انا بقولك وجهة نظر وانا مش بقولك ده تصراحات من عندي رئيس الامريكي شايف ان حماس مشروع ايراني ضرب له التطبيق مع السعودين وان حماس برفضها الاقتراح لامريكي هي بتأيد مشروع ايراني مش بس كده ده اسرائيل كمان هتخش بحرب مع حزب الله كمان كم يوم وفقا للدعاقات الصحف اللي دلت قايت لك اصل فرنسا والمانيا قالوا لحزب الله قالوا له خلي بالك ده اسرائيل هتقوم بعملها عسكرية ضخمة جدا في لبنان خلال الايام القادمة وانت بتتكلم ان خلاص الامر سطير جدا جدا والرئيس الامريكي فقد السيطرة على اسرائيل فقد السيطرة او تقدر تقول ان هو اضعف من هو السيطرة على اسرائيل وهو شايف العكس هو مقتنع بالعكس بس هو اضعف من السيطرة على اسرائيل اسرائيل بتخرب احلام امريكا في المنطقة والغريب في الموضوع ان السعودين ماشيين يعني السعودين مش ملتفتين اسرائيل بتعمل ايه مش انت امريكا عاوز تطبيع حل الموضوع انه احنا بنتقرب مع الصين احنا بنهدد الدولار احنا بننفذ المشروع الصيني ومشروع بريكس ان احنا نضرب الدولار في العالم كل امور خطيرة جدا في الاخر يا رب اكونش احضراتك الموضوع بشكل مبسط وارب ننصر السعودية وارب ننصر مصر وارب ننصر العرب يا رب وطحية مصر سلامة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين موسيقى